وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون اللي هو يوم القيامة يوم القيامة أي واتق الذي خلق السماوات والأرض بالحق بالحق قال الحق المراد به هنا كلمة الحق أي كن فيكون كلمة كن إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن هذا هو الحق كلام الله الحق سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق دائما تذكر السماوات بالجم أو غالبا والأرض تذكر بالمفرد بالجنس جنس الأرض وإلا في السماوات سبع الأراضي سبع الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المن ظلم الشبرا من الأرض طويقه يوم القام من سبعة أراضي إلى الأراضي سبع كما أن السماوات سبع لكن في القرآن الكريم تذكر السماوات بالجمع والأرض بالمفرد بالجنس جنس الأرض وإلا هي في سبعة أراضي كما أن السماوات سبع سماوات والفرق بين السماوات والأراضي أن السماوات يقينا أن كل سماء فيها أهلون فيها سكان يسكنها بينما الأرض لم يذكر هذا أبدا وإنما ذكرت الأرض الأولى التي نعيش نحن عليها لم تذكر الثانية والثالثة والرابعة الخامس والسادثة والساهل ليعيش فيها أحدا لم يذكر هذا شيء من هذا أبدا أما السؤال فذكرت والملائكة يقضنون هذه السماوات فعندما يأمر الله بالأمر جبريل فيمن السماء إلى السماء السادس ويخبرهم إلى السماء الخامس ويخبرهم هكذا والنبي لما عرج به صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الأولى آدم ثم رأى في السماء الثانية يحيى وعيسى ثم رأى السماء الثالثة يوسف ثم رأى السماء الرابعة هارون ثم الخامسة موسى ثم السابعة آه عفو الرابعة إدريس ثم الخامسة هارون ثم السابعة موسى ثم السابعة إبراهيم إذن كل سماء فإلها أهلون يسكنونها الله جل وعلا يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بكلبة الحق التي هي كن ويوم يقول كن فيكون واذكر يوم يكون كن فيكون وهو يوم القيامة يكون يوم القيامة الذي لا يعلمه إلا الله يوم ينفخ في الصور يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القخار سبحانه وتعالى ويوم يقول كن فيكون قوله الحق أي قول الله تبارك وتعالى هو الحق هو الحق لما يقول كن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى لماذا قال قوله الحق لأن قول غيره فيه الباطل أما قوله كله حق سبحانه وتعالى كله حق أما غيره ففيه الحق وفيه الباطل ومن كان معصوما كالملائكة أو النبيين فبعصمة الله لهم فأيضا راجع الأمر إليه سبحانه وتعالى أما غيره وغيره من عصم فكلامه فيه الحق وفيه الباطل قال قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور له الملك وحده سبحانه قدمها له الملك لاختصاص أي زي سلي غيره له وحده سبحانه وتعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور أي يذكر ذلك اليوم ينفخ في الصور وهي يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن ينتظر الأمر يقول عين إلى السماء وعين إلى القرن وهو إسرافيل ينتظر متى يأمره الله بالنفف الصور والنفخ نفختان كما هو مشهور وقيل ثلاث نفخات على خلاف بين أهل العلم نفخ أنه ينفخ النفخة الأولى فيهلك جميع من في الأرض ثم النفخ الثانية فيحيي جميع من سيحاسب في ذلك اليوم يقول يوم ينفخ في الصور قال عالم الغيب والشهالة فهذا اليوم له الملك يوم ينفخ في الصور حيث لا يتقلم أحد له الملك وحده سبحانه وتعالى فغيره من باب أولى هذا اليوم الذي يجتمع فيه الخلاء كلهم له وحده الملك ففي غير هذا اليوم من باب أولى أن له سبحانه وتعالى قال عالم الغيب والشهادة أي الله عالم الغيب وعالم الشهادة الغيب ما غاب عنك سواء ما كان غيبا مطلقا أو غيبا جزئيا يعني الغيب الجزئي يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك يطلع عليه غيرك مثل الآن البيوتات التي حول المسجد الآن لا ندري ما يحدث فيها لكن أهل البيوتات يدرون فبالنسبة لهم شهادة وبالنسبة لنا غيب الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد الله تبارك الله يعلم هذا وهذا سبحانه وتعالى يعلم الغيب الجزئي ويعلم الغيب المطلق يعلم الشهادة كما يعلم الغيب لا فرق عند الله تبارك وتبين الغيب والشهادة لأن كل شيء بالنسبة لله شهادة لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالغيب والشهادة عند الله سواء عندنا لا الغيب غير الشهادة الشهادة ما نشاهده والغيب ما غاب عنه لا نعلم عنه شيئا الله جل وعلا يقول أنا عالم الغيب وأنا عالم الشهادة والغيب والشهادة عندي سواء لا فرق قال وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الحكيم جل وعلا في الحكم لا راد لحكمه ولا معقب له الحكيم في إحكامه لخلقه إتقان لخلقه الحكيم هو الحاكم الذي يرجع إليه ويتحاكم إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى الخبير العالم ببواطن الأمور الخبير والذي يعلم بواطن الأمور العليم الذي يعلم ظاهر الأمور الخبير الذي يعلم بواطن الأمور فهذا لله وحده سبحانه وتعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته